بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس السادس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين تقدم أول الكلام على قوله تعالى وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اختلف العلماء في هذا الميثاق الذي آخذه الله على النبيين فقيل هو العهد العام الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلب أبيهم آدم أمثال الذر فأخذ عليهم العهد والميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا بما فيهم الرسل والأنبياء وقيل إن هذا عهد خاص بالأنبياء وهي أن الله كلما بعث رسولا فإنه يأخذ عليه العهد أن يؤمن بجميع الرسل الذين قبله والذين يأتون من بعده وهذا من دلائل النبوة كما سبق أن بيناه أن الرسل يصدق بعضهم بعض فإن جاء أحد يدعي النبوة وهو لا يصدق الرسل أو لا يصدق ببعضهم فإنه كذاب في دعواه النبوة لما آتيتكم من كتاب وحكمة لما بفتح اللام وقرأ بكسرها لما آتيتكم من كتاب وحكمة ويكون بالكسر معناه اللام للتعليل أي لما آتيتكم من كتاب وحكمة أن ذلك يوجب عليكم ما ذكر في هذه الآية لا تؤمنوا النبي ولا تنصرنا أي النبي الذي يبعث بعدكم وأما على قراءة الفتح وهي المشهورة لما آتيتكم فتكون لا من الابتداء كما يقول المفسرون ثم جاءكم رسول الرسول هنا منكر أي رسول يحمل علامات النبوة وصفات النبي فإنه يجب عليكم الإيمان به ومناصرته لأنه جاء بالحق فيجب عليكم مناصرته والإيمان به فمن كفر برسول واحد فإنه كافر بجميع الرسل كما حصل من اليهود لعنهم الله فإنهم كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكونون كافرين بموسى الذي يدعون أنهم يؤمنون به وهو نبيهم لأن موسى عليه السلام من جملة هؤلاء النبي الذين أخذ الله عليهم الميثاق أن يؤمنوا بأي رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى ويناصره وكذلك النصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فيكونون كافرين بجميع الأنبياء ولا سيما نبيهم الذي يزعمون الإيمان به وهو عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا صريح عندهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بنبيهم عيسى عليه السلام بل كفروا بجميع الأنبياء والمرسلين لأن الله أخذ الميثاق على الرسل وعلى أتباعهم أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى من أولهم آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم هذا استفهام تقرير أقررتم بهذا الميثاق قالوا أقررنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قالوا لربهم أقررنا بهذا الميثاق وآمنا به وصدقناه والتزمنا به قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري الإصر معناه العهد والإصر في الأصل الشيء الثقيل الشيء الثقيل يقال له إصر ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا فالإصر الشيء الثقيل وسمي العهد هنا إصرا لثقله لأنه عهد ثقيل وهو عهد الله سبحانه وتعالى وميثاقه قالوا أقررنا اعترفوا بهذا الميثاق والتزموا به عليهم الصلاة والسلام قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اشهدوا على هذا الميثاق وأنا أشهد عليه أن دين الأنبياء واحد وأن الأنبياء إخوة من أولهم إلى آخرهم وأنه يجب الإيمان بهم جميعا فمن فرق بينهم فهو كافر إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهين والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما وأرى أن الوقت قد انتهى فإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا